بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا مجددا وحلقة اليوم شوي راح نطلع عن الطور العادي اللي هو البرمجة والكودات وهذا ورح ندخل شوي أكثر بالشغلات اللي هي الفنون خلي نقول فيجول وارتست الحلقة اليوم انحنا راح نيب شخصيات ونيب بيئة ونحطها بلعبتنا لان لحد الان احنا قاعد نستخدم الستاندرد عشان نحط الافكار يعني لما نشوف ان اللعبة يعني شبح مكتملة نبدأ عاد نغير الشخصيات ونغير البيئة طبعا في اكثر من طريقة اللي انا راح استخدمها اني اجيب شخصية من الماركت بلايس ما من الابيك والسبب انه يعني للسهالة كلش بسيطة واغلب الشخصيات والبيئات اللي تلاقونها بالماركت بلايس راح تكون متوافقة مباشرة بدون اي دوخة راس اغلبها لان بعضهم فيهم شوية دوخة راس بس اغلبهم لا راح يكونوا سهالات فباللاونشر عندك او تقدر تدخل على موقعه تروح حق الماركت بلايس اذا خلينا وبعنى بالماركت بلايس تقدر هنا بالبراوز تدور على characters اذا تبي شخصيات و environments اذا تبي بيئة يعني الشخصيات وهذا يعني خنقل اعداد هائلة او مهولة يعني شوف لحد لا نطالع لي 69 صفحة كل صفحة فيها ما شاء الله فطبعا مسألة ذوق ومسألة الجو اللعبة اللي انت تبي تسويها تختار الشخصيات اللي تبيها ونفس الشي البيئات عن بعد يعني حاول ان يكون متلائمين مع بعض يعني ان لا تاخذ مثلا بيئة على سبيل المثال شرق اوسط قديم وتحط شخصيات مثلا فضائية الا اذا كانت لعبتك جذي يعني بس الفكرة يعني بشكل عام ان واحد يحاول يوفق بين الشخصيات والبيئة علشان اللاعب ما يحس انه ضايع وهذا يعني خنقل شغلة جانبية اقولها مشكلة الالعاب اغلبهم اللي يفشلون بسرعة ان اللاعب يحس بضياء ما يدري انت شنو تبي يعني شنو فكرتك يعني انت دايما تخيل انت كمبرمج او مو مبرمج خنقل كمصمم او مطور الالعاب مثلك مثل المخرج المخرج الافلام يعني والمسلسلات مثلكم مثل انا دايما اشبهها بسايق تكسي لما انت صعد مع تكسي وتعرف السايق تحس انه هو سايق محترف ويعرفه هو وين رايح وين ياه يعرف الطرقات يعرف متى يوغا يعرف يستخدم البريك والجير وهذا فتحس انت بامان معه بهذه الرحلة نفس الشي الفيلم او المسلسل وحتى اللعبة هي عبارة عن رحلة انت قاعد تاخذ معاك اللاعب برحلة معينة فاللاعب مجرد انه يحس انه انت مضيع ما تدريش قاعد يتسوي هو ما راح يحس انه يعني لعبتك تستحق انه يضيع عليها وقت ومجهود فتلاقيه يضوجه بسرعة ويطلع فانت حتى اذا تسوي شي غير المألوف خليك واضح وعارف انت شلو نتوصل حق اللاعب انه هذا ترى غير المألوف انه ترى هذا يبيله مثل ما تقول شوية تحرك مخك معاي يعني عطيه ايحاءات انه يكون معاك مجرد انه هو يحس انه ضايع راح يترك لعبتك فعشان شذي يعني اسهل طريقة انه انت توفق بين كل شي الموسيقى مع البيئة مع الشخصيات مع نوع القصة اللي عندك شلو اللي مطلوب من اللاعب انه يسوي لما يكون هذولي كلهم متلائمين مع بعض تلاقي اللاعب يلعب لعبتك بشغاف فعموما نرجع حق موضوعنا عندك كله هو الماكت بليس بعدين طلعت أنا يعني الشغلات اللي اخترت على بالي يعني بسرعة عندك داز ستوديو هذا واحد من اشهر البرامج يعني والستاندرد ما لهم مجانا هم تقدر تنزل من عنده تنزل البرنامج ما لهم مبلاش وتقدر تنزل من عندهم شخصيات وملابس وبيئات وشذي المشكلة الوحيدة بداز ستوديو انه شخصياتهم مو متلائمة مع انريل انجين بطريقة مباشرة لازم تدش عن طريق داز يا اما انك تسوي سكيلتن اللي هو الهيكل العظمي تسوي كامل معتمد على داز وتشتغل على هالاسلوب او انك تدخل داز على برنامج ثاني مثل خينجول مثلا مايا او بلندر وتغير السكيلتن ما لها حق سكيلتن ما لأيبك اللي يتوافق مع انريل انجين وبعدين انتيبهم ادخلهم عرفت فش فيه دوخة بس ميزتهم مثل ما تشوفون بالصورة الواقعية دائما شخصياتهم وبيئاتهم تكون الى حد كبير من الواقعية لانهما اصلا بالبداية كان هدفهم الافلام والدعايات يعني مو صوب لالعاب بس لما اشتهر الالعاب وتحديدا لما انريل انجين ويونيتي صاروا فري وانفتحوا حق العالم فقاموا والناس يستخدمون داز ستوديو هم بعد حق الالعاب بعدين عندك خيار ثاني اللي هو كاركتر كريايتر من ريال يوجين هم بعد الواقعية مالتها وايد حلوة مو قوة داز بس وايد حلوة وايد مقنعة وجيدة جدا حق الالعاب مو مجانئه بس سعره مو غالي يعني ما اذكر بالضبط كم سعره يمكن ميتين دولار ولا مية وخمسين دولار ما اذكر بالضبط بصراحة فمو وايد غالي بس ميسته انه يتوافق بطريقة مباشرة مع انريل يعني تقدر من البرنامج مباشرة تقول له سنتو انريل يعطيك على طول يركب على انريل انجين ما في اي دوخل وزائد انه كاركتر كريايتر اللي هم ريال يوجين يعني عندهم بلاجين حق انريل انجين انه انت تقدر تحرك شخصيات كاركتر كريايتر عن طريق الايفون او عن طريق كاميرا يعني التكنولوجيا اللي هي الموشن كابتشا مباشرة من داخل انريل مثل ما تقول تركبوهم على بعض ان انت من داخل انريل تحرك الشخصيات داخل كاركتر كريايتر يعني تسوي بينهم يسمونه بريج جسر فهذه ميزتهم يعني متوافق جدا مع انريل انجين بعدين عندك ميكزامو ميكزامو هذولي الحين اشتروهم ادوبي قبل كانوا شركة بروحهم فهذولي مجانا يعني لحد الان مجانا ما اطلبه ولا شيء مجرد ان انت يكون عندك حساب عندهم تفتح الحساب مجاني وتقدر تنزل من عندهم شخصيات وحركات الانيميشن عندهم كثيرة جدا ومتنوعة وايد وفيه هنبعد يعني خانقل سكشنات مختلفة يعني تابي ما الكمبات تابي ما الادفينتشر سبورت دانس فانتاسي سوبر هيرو يعني عندهم انواع مختلفة من الانيميشنز وانا بصراحة ما اعتمد وايد على ميكزامو اولا لانه مجاني طبعا وثانيا لانه الحركات اللي فيها يعني اكثر مما احتاج يعني معظم الوقت كلها من ميكزامو الا اذا يعني مرات قليلة جدا اللي ارجع حق ايبيك جيمز واشتري من اللي هو من الماركت بلايس اذا كان ببالي يعني شيء معين شيء جدا محدود ان انا ابي بالذات هذه الحركة فاجي اشتري من هنا بس يعني بصراحة قليل جدا اشتري من هذا الماركت بلايس يعني لانه ميكزامو مكفي هما نفس داز انه مو متوافق دايركت مو مباشر متوافق مع انريل بس هما وايد اسهل من داز يعني السكيلتن مالهم بسيط جدا ويعني ما رح تواجه في مشاكل مثل داز ان انت شوي لازم يكون عندك خبرة بالثري دي لا هذا يعني شبه شبه دايركت مو دايركت دايركت بس شبه دايركت يعني جدا بسيط اذا حسرت ان انت شويه دايخ في الماركت بلايس اكو شغلة اسمها ميكزامو ميكزامو خليني اكتب انيميشن ري تارغيتينج هذا البلايجين تقدر تركبه على انريل سعره ثمانية وعشرين باوند يعني اعتقد ثلاثين خمسة وثلاثين دولار يمكن يصير تركبه على انريل وبهالحالة بعد ما تحت يعني ما في اي دوخة تتيب اي شخصيات اي حركات من ميكزامو وعن طريق هذا البلايجين تقدر تحورها انها تركب على انريل فهذه كانت مقدمة سريعة على الخيارات الموجودة انا بالنسبة لي عندي شخصية سويت لها لعبة بسيطة جدا 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 حطيتها على ستيم قبل فترة والحين اخترت على بالي ان خلي اسوي مثل سلسلة العاب حق هذه الشخصية يعني خلي نقول اسوي لي جو بروحي يونيفيرس بروحي ان هذولي تشيبي عندهم قصة اللعبة اللي نزلتها كانت لعبة رماية عن طريقة ذولي والحين قلت خلي نفس الشخصية ااخذها ونفس البيئة وسوي عليها اللعبة اللي احنا قاعدنا نسويها اللي هي مالة بازل نوعا ما يعني الغاز ما الغاز على نفس الشخصيات فصير عندهم مثل سلسلة واحتمال بالسلاسل يعني السلسلة التعليمية القادمة لما تكون شوية متطورة احتمال اكمل على نفس الشخصيات فاكمل يعني برنامج هذا من تشتري شغلة او مرات انريل انجن يعني كل شهر اهم بعد اخلي اقول هذه المعلومة بسرعة كل شهر يعطون شغلات مجانية free for the month فانت دائما كل اول ثلاثاء من كل شهر اول ثلاثاء ادخل على free for the month ونزل شو تلاقي عندهم مرات تلاقي شخصيات هنا نشوف حاطين انيميشنز راح تفيد وايد يعني شغلات حلوة ما الواحد يقعد واحد يستعمل كمبيوتر ومادري شنو هذا الاستعمالات اليومية في عندهم بعد الحين خنقول plugin او asset يعني ان تسوي يعني abilities او قدرات جديدة حق الشخصية مالتك يوقف الوقت ويبطء او الى اخيرة في اسلحة هذا ما الهات الشهر الشهر اللي طاف وشهر اللي قبله يعني دائما كل شهر ينزلون خمس شغلات يعني مجانية تقدر تنزلها مرات تلاقي شخصيات طبعا هي عشوائية يعني احنا ما حد يدري شنو اللي راح ينزل الشهر الياي بداية الشهر وتشوف فممكن يعني حاول ان انت تتابع هذو اللي دائما ننزل من عندهم يكونون free فالمهم من من تشتري او تنزل مجانا من الماركت بليس راح يكون عندك نوعين من ال asset النوع اللي هو يقول لك Add Add to Project هذا Direct تدوس عليه يتحط على ال project مالك النوع الثاني اللي هو هم بعد راح استخدمه مال البيئة مكتوب create project معنات ان انت تسوي project يدد مبني على هذا ال asset وبعدين هذا ال project تفتحه وتقول له دزلياهم حق ال project مالي فاحنا اليوم من حسن حظكم او حسن حظي ان ال asset الاثنين اللي اخترتهم فيهم الطريقتين فراح تكون شغلة مفيدة ان انتم راح تشوفون الطريقة الاولى اللي هي Direct بسيطة والطريقة الثانية نحن create project فهذا Add to project ادوس عليها تطلع لهذا اللوحة فيها كل ال project مالاتي اللي متوافقين مع ال Unreal Engine version الحالي اللي انا قاعد استعمله بالوقت الحالي اذا ما لقيت ال project مالك مثل الحين ما قاعد اشوفه project مو موجود ادوس على show all projects ادوس راح يطلع لك كل شيء اللي متوافق مع version الحالي واللي مو متوافق كل شيء يطلع عندك لما تلاقي وين سمعت انا tutorial شغلة tutorial part 14 اعتقد احنا الحين هذا tutorial part 14 ادوس عليه يطلع لي بالاحمر يقول لي هذا اي version فاختار هني اقول له version ها شوفه هني مو مطلع اللي 424 لان ال asset اللي مختاره انا ما في هذا ال version فمو مشكلة لانه هو مجرد شخصية يعني ما في شيء plug-in ولا يعني code C++ ولا مثلا blueprint ملغي ولا شيء فما راح يسبب لمشاكل عادة الشغلات لغرافيك كشخصيات بيئة حتى الانيميشن عادة ما كو مشكلة انت تحط اي version وخلاص انا اخذ دائما اخر واحد عندهم فالحين هذا 423 اقول له مو مشكلة واخترت ال project مالي شذي وبعد يقول له add to project الحين هو يقعد يسوي download حق الشخصيات مالاتي ومادري شنو ويركب لياهم الثاني اللي هو create project ندوس عليه dreamlow هذا اسم من ال project هو اللي يحطه اي اوكي كل شيء ما عندي مشكلة انا بهذا لانه بالنهاية راح امسحها انا بس بياخذ من عند البيئة اللي احتاجه و بعدين امسحها فمو مشكلة شنو يسميلياهم المهم انه شيء اتذكر create شوف هذا خلص اللي كان يسوي تحميل خلص لانه حجمه صغير فخلي هذا يكمل على راحته نروح حق ال project مالة شوف الحين داخل ال project مالة صار عندي فولدر يديد اسمه chippy characters اللي انا سويت له add to project وداخله راح الاقي اكو maps اكو materials المش نفسهم الشخصيات واكو textures لان هذا من ال epic games direct والسكلت المالة اذا افتح لكم اياه راح تشوف انه نفس السكلتين اللي موجود حق شخصيات الشخصيات اللي احنا قاعد نستخدمها لحد الان نفسه شوفوا هذا السكلتين بالمناسبة اللي هو الهيكل العظمي شوفوا كله نفس الشي خلي افتح لكم اللي انا قاعد نستخدمه حاليا وين هني وين حاطينا mannequin character mesh هذه الشخصية مالتنا اللي احنا قاعد نستخدمها حاليا وهذا السكلتين اللي احنا قاعد نستخدمه خلي احطهم جنبا الى جنب و cose يعني على قواتهم identical يعني بالضبط eres الشابهين نفس ال نفس العامود الفقري يعني بتضبط ن losses فامني ص诶ون하는데 لنفس الاسماء طبعا اهم شيء ان languages تكون الاسماء بضبط نفسها فتعرف أنه أنت تقدر تسوي شغل Direct يعني ما في مشاكل للإحتياط هي مو مطلوبة بهذا الخطوة لأن الاسكلتن يعني متطابقين فمو مطلوبة الخطوة اللي راح أسويها بس أنا دائما أسويها للإحتياط خاف يعني تصير مرات مقالب فأنا أقول قبل لا يصير المقلبة أنا خلينا أكون مجهز نفسي وهو نحط select reg دائما أحطه select human reg فيطلع لهذا اللي كلهم اللي هو العامود الفقري يركب لي ياهو أقول له save الحين يعني هذا الخطوة مو محتاجها أنت بهذا الشخصية تحديدا اللي أنا قال أشتغل عليها قلت لك لأن الهيكل العظمي متشابه فما يحتاج بس يعني good practice حلو أن الواحد يتعود يسوي هالخطوة عشان أي شخصية ثانية من اتيبها أنت عندك أوتوماتيكيا عارف الروتين أنت تروح أول شيء تسوي select humanoid rig فراح يطلع لك لعبها إذا ما إذا ما كانوا موجودين يعني شيء مثلا خلنقول هذا spline مثلا 1 خلي نفترض شلو نلغي آه أي من هنا خلي نفترض أنه ملاقي فيكتب لك none ما يدري شنو spine 1 ملاقي بالهيكل العامود بالعامود الفقري فمن هذا السهم تفتح وتروح تراوي وين spine underscore zero one هذا إذا كان عندك هايك العظن شوية مختلفة في الأسماء turn off آه أبر آرم أعتقد بك مكان آبر آرم آور آرم شايفان بر آرم الثانية يسمونها فور آرم فانت اذا ما لقى انريل وما لقاهم فانت تيهني تتغير وهذا الخطوة تقدر تسويها بميكزامو عشان تذي انا قلت مو شبه دايريكت لان ميكزامو والسكليتن ما لهم اسماء شوية مختلفة فتحتاج ان انت تجي تراوي انريل كل عظمة شنو اسمها داخل السكليتن ما ميكزامو عموما بعد ما تسوي هومانويد وتسوي الاسكليتن ما لك تسوي save الحين هذو اللي نقدر نسكر ونروح حق التيبي كاركترز ندخل على المش بعد ما سوينا احنا هذو الخطوة مالتة هومانويد الحين عندك طريقتين يا اما انه انت تجي على الانيميشن اللي عندك بالشخصياتك وright click ومن عندها تقول retarget asset بعدين تقول لها duplicate بعدين تختال السكليتن ميش اللي انت مختاره اه ما طلع عليها يلا اوكي خلي خلي اراويكم ليش ما طلع علي السكليتن هني اه نرجع حق الاسكليتن ماله اذا تشوف بالpreview حاط لك هو الشخصية هني بس انت تحتاج الدوس لعلى apply to asset عشان تروح هذا الزرار لازم يروح عشان يطلع عندك بعدين من تقول duplicate اوكي سيف وخلي نرجح احناك الحين من اروح حق الانيميشن ملات شخصيتي رايت كليك ودوس لريتاركت انام اسيت بعدين دوبلكيت انام اسيت الحين من اختار الاسكريتن مال الشخصية يطلع عندي هني من عندها اقدر اقول لريتاركت راح ينزل الانيميشن اللي عندي كلهم او مو كلهم اللي انا مختارهم نزليهم حق هذا الشخصية ويصير عنده نسختين من الانيميشن فهذه الطريقة ما فيها اي يعني ما فيها عيب ما فيها مشكلة الا ان انت راح يصير عندك نسختين من نفس الحركات من نفس الانيميشن فاذا كنت محتاج النسختين اوكي استعمل هذه الطريقة اذا مو محتاج النسختين فتقدر تروح حق الشخصية مالتك الجديدة اللي هو هذا الجيبي مالنا وتروح على السكليتن وتقول له ديليت راح يقول لك اه اوقف شنو تمسح انا قاعد مستخدم بهني وهني 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 هذا كلهم محتاجيني اقول له ادري بس اكو هذا السهم ادوس واقول له استخدم هذا السكليتن اللي هو ما الشخصية الاصلية اللي عندي القديمة استخدم هذا السكليتن بدال السكليتن اللي ابي امسحها بعدين اقول له replace references راح يقول له متأكد يا من الحلال شوي افكر راجع نفسك اقول له لا لا عادي عادي اروح مالك شغل كل لأوقيت على راحتك مسح كل شيim تبي تسييف ايا بي يسييف但 county مسح كل شي shakes صارت الشخصية هذه الحين راكبة على السكليتن الجديد مال نقدر عاد نغير شخصيتنا الاصلية بلعبة ونحط هذه الشخصية الحين ونروح حق الكاركتر المالي وهيди دائما اضيع مكانة طبعا ثلاث بيرسن كاركتر وهذا الشخصية مالتنا اللي خنقول الله يذكره بالخير الحين راح يروح الله معاه من هنا اغير واقول له شوف طلعوا شخصيات هذول التشيبيز كلهم طلعوا فعندي بوي وعندي غير وعندي سكال بوي راح اخذ بوي صار هو الشخصية اليديدة راسه كبير حجمه كبير ويفشل بس عادي خلي شويا نضغر حجمه ان احنا ندوس على هذا القفل خلي سوي مثلا 08 مثلا لا والله بعده كبير 06 لا صار وائد صغير 07 اي 07 ممكن 07 حجمه نوعا ما مناسب اوكي كومبايل and save لاحظ انه بدا يتحركوا كل شيء لان الاسكالة المتطابق الحين مجرد انه ادخل اللعبة نقول لها start راح نشوف الشخصية الجديدة مالتنا بالحركات وكل شيء ويطمر وياخذ وكل شيء حسب الاصل ماكو اي تغيير بالموضوع راسة كبير بس نقدر الاحين احنا بعد ما حطيناه داخل الشخصية فالحين نقدر نروح على كابسول هذي اللي هي امهم كلهم ام كل شيء يجي تحت الشخصية دايما هذا الكابسول هو راح يكون الام ابو كل الام والابو كل اللي نحطه هني فاي شيء غيره بهذي راح يتغير كل شيء معه فانا شنو بسوي ابي ازغرها اجي حقل scale هني وخلي نسويها مثلا 0.8 شوف كل شيء يصغر كومبايل and save start ايه لا مو سيء جدا الحين اهم شي انه ما يقدر يصعد الحين صار مو سيء والتيذي صارت عندنا شخصية يديدة الحين نروح حق الخطوة الثانية اللي هي البيئة البيئة فيها شغل اكثر لسبب بسيط انه احنا عندنا واي شغلات سويناه هني فالبيئة اللي نيبها الجديدة اكيد ما راح تكون امية بالامية مثل هذا الشكل مثل هذا الديزاين فراح نضطر ان احنا احنا نغير اماكن مثلا السلالم نغير اماكن البيك اوبس نغير اماكن الاخسط احسب الانفايرومنت اليديد او ان احنا نحور كل شيء عندنا على حسب الانفايرومنت احنا واحدة من اثنين يعني اما انت تستخدم الانفايرومنت اليديد تاخذ من عنده قطع تفاصل حقوق صغيرة وتوزعها على حسب الخريطة مالتك أو العكس أن أنت تفصل لعبتك على الخريطة اللي تحب يعني ما يعني ماكو فرق بينهم أثنينهم إلا أن أغلب المصممين يعني أغلب مطورين للعاب ما يحب أن الناس يقولون ها هذا الخريطة من المكان الفلاني فتلاقي يغير بالخريطة وائد حتى الناس بس يعني يقولون شكله مألوف بس ما أدي من وين يايبها عموما خلي نشوف هذا المفروض كمل عندي أيها كملت اللي هو Dream Low Poly Pack خلي نروح نفتحها Dream Low وينه Dream Low Poly Pack طبعا وائد شغلات من هذولي يعني خلال الأربع سنوات يعني أنا أشتري تقريبا بس وائد شغلات بصراحة لا أستخدمها حق بروجيكت ولا بروجيكتين بالكثير بس أقول لكم على واحد وانا توني شفته اسمه character interaction هذا character interaction ليش سككت ما وقالي نسولف بعدنا قاعد نسولف يا الحبيبي هذا character interaction هذا ما يعني 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 هذا الأسيت بصراحة شتريتا قبل سنتين أعتقد يعني إلى حد فترة قريبة أنا كل بروجيكت أبتدي بهذا الأسيت وبعدين من عنده أنطلق وقعد أضيف عليه وغير فيه وما شانو لحد ما شبه حفظته يعني من كل يعني كل البلوبرينس اللي فيه حفظتهم يمكن بس شغلة السيارة مو وائد يعني دخلت فيها بس الباجي كلها الأسلحة ما أسلحة وتعلمت من عنده كثير كثير تعلمت من هذا character interaction وائد حلو وهو أنصح فيه بصراحة وللأمانة قاعد أقول هالكلام صاحبة يمكن ما يدري أن أنا مو يمكن هو أكيد ما يدري لأن صاحبة أصلا مو عربي يعني فأكيد ما يدري أن أنا قاعد أمدح بالأسيت ما له والأسيت الثاني Advanced Locomotion هذا عن بعد استخدمته كثير الحين مع الأسف صاحبة وقف تطويره نزل الحين هذا version 3 وآخر نسخة نزلتها الحين اللي هي النسخة الرابعة ومن عندها صاحبة خلاص قال راح أنزله الحين مجاني راح يكون من الحين ورايح مجاني بس ما راح أطوره بعد أكثر من شيذي يعني مو بطريقة معتمدة احتمال يعني شيذي متى ما صار لخلق بس بشكل عام أنه وقف يعني وقف تطوير البروجيكت هذا هم بعد كل شي حلو هذا بس للحركة حركة كلش انسيابية بالفرشن الأخير مع الأسف ما يدعم الملتيبلاير بس فيه شباب قاعد يشتغلون إنه يحولون حق ملتيبلاير بش اسمه بس ضاف عليه شغلات مثل الأسلحة ما أسلحة والتسلق وشذي يعني فحلو يعني هذا وائد وائد يعني أنصح فيه النسخة الثالثة متحديدا روعة والرابعة حلوة بس لو إنها ملتيبلاير وغيرها بصراحة روعة هم بعد النسخة الرابعة شنو بعد من الأسلحة اللي يعني كثير استعملهم في واحد ما الانيميشن هم بعد استخدمه كثير ما الفايتينج هذا Open World AI Spawn System هذا إنه أنت تحط الأعداء يعني تحطهم كلهم مثل كرة خلو نقول وتقول لهم طلعوا بوقات معينة لمن اللاعب يوصل حق هذه المنطقة يالا تطلعون يساعد كثير إنه ما يثقل اللعبة ما يكون هناك شخصيات بالهبل بالخريطة مالتك وإنت على بعد مثلا خمسين كيلو عنهم ماكو داعي من تصير مثلا على بعد خلي نقول كيلو أو 100 متر أو 200 متر يالا يطلعون فهني أنت تخفف الثقل على البروسيسور مالك على الكمبيوتر ما بيأطول عليكم عشان سنكمل الحلقة مالتنا بس يعني هذول الأسلس اللي بي يعني وايد أمدح فيهم وبصراحة أنصح أن تحصلونهم فهذا الحين الأسلس مالي الخريطة في أكثر من خريطان وكلهم يتناسبون بصراحة مع الشخصية مالتي أشكالهم كرتونية وفي أعتقل 12 خريطة يمكن كل هذول الخرايط فأنا يعني رح أستخدم هذا الخريطة لأنها أولا تتناسب مع شخصيتي الكوميدية وهي مع الأنمي مع أنمي يعني وثانيا لأنها هم بعد خفيفة يعني شكلها مالستيم يعني أول ما تشوفها تقول إيه هذو سوالي في استيم شذي هي ألعاب الاندبندنت شذي تصير فالطريقة هذيك الطريقة قلنا لها Add to Project هذي احنا خلي ندوس شذي عشان نشوف ال هذا الكلة يعني مع بعض تدخل على Maps يعني أنا بهالحالة أبي بس الخرايط فأدخل على المابس هذي وأقول لها Right Click و Migrate Migrate يعني هجر هاجر شذي فهجر لي هذول الخرايط كلهم حق البروجيك مالي رح يقول لها أن أنا رح أخذ مابس وراح أخذ الماتير يأظل اللي يعتمد عليهم هذا الماب وراح أخذ كل المشز اللي يعتمد عليهم وكل التكسجرز فبالنهاية أنت مضطر تقول لها أوكي حبيب شنة بتسوي سوي ما عندي خيار ثاني تروح حق البروجيك مالك اللي هو Tutorial Basics وضروري أنك تختار الفولدر اللي اسمه Content هذا ضروري جدا من داخل Content تقول لها Select Folder رح يقعد يسوي copying ويقول لك سويت ال copying حق الفائل ما لك شغل بهذا يقول لك Could not be copied ما عندي شنو عادة بصراحة بس جدي قاعد يعني يتفلسف هذا البروجيك الى الحين بقى ما نحتاجه نقدر نمسحها بس أنا دايما أخلي لحد ما أتأكد إن كل شي شغال قبل ما أمسحها يعني نزل عندي الفولدر اليديد اللي هو فيه المابس ملاتي كلهم هذو علهم نزل بالبروجيك ومن هني أقدر من هني أقدر إن من الـ هذا الـ أش اسمها المين مينيو خلي أروح حق المين مينيو إحنا قلنا start هو اللي دخلني على اللعبة أقول لها view رح يطلع للـ start تشوفوا لنا كلام 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 ما جاء شنو سؤال فبعدين يقول لي open level 1 اللي إحنا مسوينها القديمة فالحين أقول لي بدأ level 1 أخذ لي هذه الخريطة اليديدة اللي إحنا يبناها وإنها لا موت شي في كاراتك هذي مابس مثلا راح أخذهم بالدور أخذ هذه أخذ اسمها copy وأنزلها هنا paste compile and save الحين من نلعب نحن نحن هذي main menu نلعب ونقول لي start وحي وديني حق الخريطة اليديدة وبالشخصية اليديدة طبعا الشغلات اللي كنا حاطينهم كلهم راحوا علينا فالحين لازم نضبط وتلاحظون هنبعد أنه هني ما قاعد ينزل على الأرضية فهذه هنبعد لازم نضبطها أعتقد أنه أكو collision box محطوطة هني فوق فهذا لازم نضبطه حلقة صارت مدتها أكثر من نص ساعة فأعتقد نخلي التطبيطات هذي كلها على الحلقة الياية أحسن عشان ما شو قد جعني حق هذا الليبل لأنه لازم نغيرها بعد شون يسوي بكل لبل أوكي فخلاص نكمل إن شاء الله بالحلقة الياية إن شلون نضبط الأمور ونيب هذول البيك أبس ونيب الإكزيت ونعدل إن الخريطة اليديدة تكون متوافقة مع سوال في لعبتنا يا أما إن إحنا ناخذ هذولي شغلاتنا كلها نوديها حق الخريطة اليديدة أو إن إحنا ناخذ هذو الخريطة كلها وندمجها بالخريطة اليديدة وبعدها نمسح الشغلات اللي ما نحتاجها نشوفكم على الحلقة الياية وفي أمان الله